موسيقى رئيس مجلسي القيادة الرئاسي يستقبل في عدن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الزبيدي يشيد بالأدوار النضالية لأبناء المهر وحرصهم على وحدة الصف الجنوبي محافظ حظر موت يتفقد ميناء مفذاء الوديع البري ويرأس اجتماعا بالمعنيين موسيقى موسيقى أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين نشرة الأخبار من تلفزيون حظر موت أهلا بكم استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور شاد محمد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرونبرغ ومساعده معين شاريم للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لأحياء مسار السلام في البلاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية استمع بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي وأشد الرئيس العليمي بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأهمية البناء عليها لدفع الميليشيات الخوثية إلى التعاطي الجاد لإطلاق عملية سياسية شاملة والتشديد على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية إلى المرجعيات المتفق عليها مؤكداً التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية ودعا فخامة الرئيس المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط عداء الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق ستوك هولم والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على التبادل لزيارات لمرافق الاحتجاز مبيناً عدم جاهزية الميليشيات الحوثية لخيار السلام دون اكتراف للمعاناة المتفاقمة التي تجلت بوضوح في كارثة تدافع المؤلمة بصنع التي أودت بحياة عشرات الفقراء كما نبه الرئيس إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الإجراءات الأحادية للميليشيات وانتكاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ما شجعها على تحجيد أكثر من مليون طفل إلى معسكرات طائفية تمزد الحروب أجرى فحمة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور الرشاد محمد العليمي اتصالاً هاتفياً بمستشاره محمد عبدالله اليدومي الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض وخلال الاتصال اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الحالة الصحية للمستشار اليدومي راجياً له الشفاء العاجلة والعودة إلى مسيرته الوطنية سالماً معافة كما أعرب مستشار الرئيس عن عظيم شكره وتقديره لفخامة الرئيس ومشاعره الإنسانية النبيلة ومواقفه الصادقة تجاه الرموز والقيادات الوطنية استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وفداً رفيعاً مستوى من أبناء المهرة بقيادة الشيخ راجح بن سعيد باكريت عضو مجلس الشورى محافظي المهرة السابقة الوفد ضم عدداً من الشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء محافظة المهرة الذين قدموا إلى العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية المزمع انطلاقه اليوم الخميسة وجدت الزبيدي التأكيد على أن محافظة المهرة تمثل ركيزة أساسية في الدولة الجنوبية المنشودة مع اعتبارها البوابة الشرقية للوطن وبما تحمله من إرث ثقافي وتاريخي مستمعاً من الحاضرين إلى شرح لمجمل الأوضاع التي تعيشها المهرة والمطارب الخاصة بأبنائها مؤكداً أن ما تم طرحه سيكون محل اهتمامه وسيواصل جهوده في إطار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتمكين أبناء المهرة في دوائر صنع القرار ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني مع عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والوطنية في العاصمة المصرية القاهرة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والقضايا كافة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وتطرق البحسني خلال اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس الائتلاف الوطني الجنوبي أحمد العيسي إلى الجهود المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستئناف الهدنة وتنفيذ الخطوات المثمرة التي أفضت إلى إنجاح عملية تبادل مختطفين بين الحكومة وميليشيات الحوث الإنقلابية وأكد الجميع وقوفهم إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وحرصهم على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الأخوية الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني على مختلف الأصعيد ويساعد على تجاوز التحديات كافة وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الفريق الركم محسن الداعري بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وأسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم وأكد وزير الدفاع الداعري من جانبه أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مثمنا الجهود المصرية الداعمة للاستقرار اليمن معربا عن تطلعه لتعزيز أطور التعامل الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري للدفع تجاه التضامن والتكامل العربي تفقد محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق روكن صغير بن عزيز ووكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي تفقد سير العمل في ميناء منفذ الوديع البري بمديرية العبر محافظة حضر موته الزيارة التفقدية جرى خلالها الاطلاع على سير العمل في جمرك الميناء وإجراءات تخليص للمواطنين بمكتب جوازات الميناء وتحصيل الإيرادات والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمنفذ وتحصيل الخدمات المقدمة للمواطنين وطبعا بجهود سابقة وبتوجيهات من قيادة البلدين المملكة العربية السعودية التي ساندتنا من بداية تكوين الأنظمة عندنا سواء كان في الجنوب أو في الشمال وفي هذه الفترة المجابهة التي حصلت في اليمن أيضا كانت المملكة العربية السعودية أكبر دعم لنا مع دورة الإمارات العربية المتحدة والآن بدأ أن نولي التنمية اهتمام كبير وأن نولي أيضا المراكز الحيوية اهتمام كبير فبتوجيهات من قيادتنا السياسية وبتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية وبجهود من الأخوة اللواء السلطان والأخ صغير بن عزيز إذن اليوم اجتمعنا ورأينا عن قرب المنفذ وما يعتمل في المنفذ طبعا فيه أشياء أخرى سنتفق عليها وعلى آلية إن شاء الله ستقدم أوراق إن شاء الله وسنعمل بإذن الله عليها لما فيه مصلحة البلدين ما فيه مصلحة المواطنين أيضا وما فيه مصلحة الصالح العام للبلد طبعا نحنا لجب أن نتكلم ونثني على سعادة المحافظ في وجوده لكن نحن نثق فيه لأننا نعرفه أنه رجل دولة رجل يريد أن يقدم الخدمة الأفضل للمواطنين في حضر موت وفي اليمن بشكل عام وبالتالي نحن سنكون معه وعونا له من أجل أن يمضي في تحقيق ما يريدها المواطن ومن أجل اليمن بشكل عام أولا الحمد لله على هذه الزيارة المباركة من سعادة المحافظ وتشريفها للمنفذ والطلع على أوضاع المنفذ والمملكة العربية السعودية دائما وأبدا هي مع الجار العزيز لليمن فما ذلك بمنفذ من يستخدمه مقاصدين بيت الله الحرام ونحن نقدم الخدمات والتسهيلات لضيوف بيت الله الحرام داخل المملكة العربية السعودية وأيضا على منافذها الشرعية فاليوم سعدنا بهذه الزيارة التي سترى النور في رفع المعاناة عن الشعب اليمني والتوجيهات التي تصدر علي دائما من معالي قائد قوات المشتركة هو المساهمة والمساندة في رفع معاناة الشعب اليمني متمنين الأمن والسلام لسالكي هذا الطريق وأيضا لتحقيق الرخاة والإزدهار اليمن وشكرا لوجودكم بيننا والسلام عليكم بتوجيهات من وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري التقى المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي صالح السعيدي في العاصمة المصرية القاهرة رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمصر اللواء وليد أبو المجد وبحث لقاء أوجها التعاون المشترك بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمصر وتوطيد العلاقة فيما يخص تبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الجانبين انطلاقا من العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تبادل زيارات بين البلدين لتطوير التبادل التجاري في القطاعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك على أن يتم تنسيقها بشكل منتظم كما تم الاتفاق على تحرير مذكرة التفاهم في المجال التجاري بين البلدين الشقيقين وصلنا إلى نهاية هذه النشر مشاهدين وهذا تذكيرون بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس بجلس القيادة الرئاسية يستقبل في عدن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الزبيدي يشيد بالأدوار النضالية لأبناء المهرى وحرصهم على وحدة الصفة الجنوبي محافظ حضر موت يتفقد مناء منفذ الوديع البري ويرأس اجتماعا بالمعنيين ولمتابعة المزيد من نشاراتنا الأخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون حضر موت شكرا لكم مشاهدين على حصن وكرم المتابعة في أمان الله شكرا